أكد رئيس قطاع الإسماعيلية بشركة تامية الشرب والصرف الصحية المهندس مجدي سعيد أنه تم الانتهاء من شائع محطة رفع صرف صحية عرب أبو قاسم بمدينة القصصين محافظة الإسماعيلية لتخدم ما يقرب من ستة آلاف مواطن يأتي ذلك طبقا لتوجهات الرئيس السيسي بتوفير البنية التحتية التي تحتاجها مبادرة حياة كريمة للمواطنين بالقرى والنجوع وبلغت التكلفة الإجمالية للمحطة 25 مليون جنيها ومحطة رفع الصرف الصحية عرب أبو قاسم تم افتتاحها وتشغيلها خلال شهر الحالي بطاقة تصميمية تبلغ 4700 متر مكعب بطول شبكات حضار 4 كيلو وخط طرد بطول 3 كيلو و300 متر لتخدم منطقة عرب أبو قاسم والمناطق المجاورة بمدينة القصصين اشتركوا في القناة